يبدو أن سر الأميرة إيمان لم يعطي الكتمان ليخرج إلى العلن ويعلم به الجميع بعد أن وثقته الصور والفيديوهات الجديدة ما سبب ردود الأفعال المتباينة وتعليقات أفراد الأسرة والمواطنين؟ بعد نحو عشرة أشهر على زفافها الأسطوري الذي شاهده الملايين في الأردن وحول العالم عادت الأميرة الأردنية إيمان إلى واجهة الأحداث مرة أخرى في المملكة لكن عودة أخبار الأميرة إيمان للظهور مرة أخرى لم تكن مرتبطة بحدث سياسي أو اجتماعي تشارك به ضمن الواجبات السياسية المفروضة عليها كفرد من أفراد الأسرة المالكة في الأردن وإنما تزامن ذلك مع انتشار عدد من الأخبار والأحاديث الرائجة خلال الأسابيع الماضية عن انتظار الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكزاندر مولودهما الجديد الشواهد التي دعت عددا من المغردين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتكاهن بالأمر تمثلت في الصور والفيديوهات الجديدة التي ظهرت فيها الأميرة فقد ظهرت في عدد من تلك الصور مرتدية ملابس فطفاضة على غير عادتها وكذلك في إحدى الصور ظهرت الأميرة وبطنها منتفخ قليلا الأمر الذي أدى للتساؤلات والحيرة وتداول الصور بشكل كبير بعض المغردين أعربوا عن فرحتهم للأميرة وزوجها وهنأوها بالحدث السعيد متمنين لها دوام السعادة والاستقرار والنجاح في تكوين أسرتها الصغيرة في حين قدم آخرون التهاني إلى الملك عبد الله وزوجته رانيا وأكدوا أنهما سيكونان أحن جدين على حفيدهما الجديد خصوصا وأن الملك معروف عنه تعامله الرحيم مع مواطنيه وأفراد أسرته في حين شكك آخرون في صحة تلك الأخبار وأكدوا أن الصور الجديدة للأميرة إيمان لا تعد كونها تغييرا في ستايل الملابس التي ترتديها الأميرة خصوصا بعدما أصبحت سيدة متزوجة وبالتالي فالصور الجديدة لا تعني بالضرورة أنها حامل في مولودها الأول وحتى الآن لم يخرج أي إعلان رسمي من الديوان الملكي بخصوص ذلك الأمر سواء بتأكيده أو نفيه وهو ما يبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية الإعلان عن الخبر السعيد ربما في الأيام أو الأسابيع المقبلة وتزوجت الأميرة إيمان من زوجها جميل أليكزاندر في شهر آذار مارس من العام الماضي في حفل زفاف استثنائي تألقت فيه الأميرة الأردنية وظهرت بفستانا مميز واستحالتين من الابتهاج والفرح سادات الحضور وفي مقدمتهم والدها الملك عبد الله ووالدتها الملكة رانيا وأشقاؤها وتابع ملايين الأردنيين والعرب مراسم حفل الزفاف الأسطوري الذي أزاعته عدد من المحطات الفضائية في المملكة والعالم العربي وشارك فيه العديد من كبار المسؤولين العرب والعالميين والذين وفدوا إلى المملكة لتقديم التهاني للملك والملكة والزوجين ومنذ ذلك اليوم لم تكت تظهر الأميرة إيمان إلا برفقة زوجها جميل أليكزاندر كذلك ظهرت بإطلالة مميزة في زفاف شقيقها الأمير الحسين بن عبد الله بعد عدة أشهر من زواجها